السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصفتنا لهذا النهار اولى الاقتراح دينا وصفة صيفية بامتياز سلطة غنية منعشة كاملة مكملة ممكن انها تكون كوجبة غداء او عشاء يعني بوحدتها كيف قلت كاملة مكملة ممكن اننا نرفق بها الاطباق دينا او نقدموها الضيوف دينا بتحميلة الوجهة لانها كاتجي لديدة وكيف قلت غنية منعشة كاملة مكملة كاتستحق التجربة ان شاء الله من خلال المكونات ديالها او لا اللي فيها غادي اتعجبكم والتسبيل اللي غادي نديرو لها ان شاء الله غادي اتعجبكم خليكم معايا اخواتي من لول تل اخير ان شاء الله نشوفوا المراحل ديال هاد السلطة هادي اول حاجة غادي مدوا بها عندي هنا كيمياء ديال الروز الروز بطبيعة الحال كان غسله مزيان باش تحيد منه الناشا وكنسلقه في ماء مملح كيف كتعرفوا ان الروز كيبغي شوية ديال ملح بزيد يعني باش كيجيل ديت كيبغي شوية ديال ملح بزيد صفيتم زيان وخليتو حتى برد الكمية اللي تناسبكم ديال الروز يعني الكمية غير محددة غادي نحتاج معاها واحد شوية ديال جلبانة تقريبا واحد زلافة ديال جلبانة مسلوقة طبعا الحال حتى هي في ماء مملح وغد ينضيف معاها علبة ديال الدراء او الميس طبعا الحال كان نغسلوها حتى هي وكان نصفوها وهناي هاد المكوين هادا اللي ان شاء الله غد يعجبكم في السلطة نغيرو به دائما كان ديرو اطل ممكن اننا نستغنو عليه ولكن غير جلبوها البنات هاد المكوين هادا ديال السوريمي وتمن ديالو كيكون في المتناول يعني كي عادل لنا واحد العلبة ديال الطون وهكا نجربو المدق ديالو ان شاء الله غد يعجبكم نغيرو به وبالنسبة للمكوين لدرنا ديال الروز ممكن ممكن اننا ندرو القمح المطبوخ حتى هو كي يجي الديد ولكن ما فيها بس غير جربوه البنات بنسبة هادا سلطة هادي ان شاء الله جربو هاد المكوين اللي درنا ديال السوريمي هادي يعطيها هاد المدق زوين كنقطعو القطع صغيرة هاكا بش كي بان فيها او لكي يجي باين المدق ديالو الديد انا شخصيا كاعج بني حاولو اننا نغيرو شوية في السلطة ونوضفوه مره مره وكيف قلت تمن ديالو تمن معقول يعني ركي عادل كيف قلت العلبة ديال الطون وممكن انكم تستغنو عليها وديرو سلطة غيرب يعني الروز مع الدراء مع جلبانه وضيفو اي مكوين كترتاحو له انتوما ممكن انكم تضيفوه الخضر غدي نخليوها يعني كنحطوها في جانب الطبق ديالنا قطعت الكيمياء اللي عندي كاملة وسنجانس هاد المكونات بالنسبة للروز درت واحد كيمياء شوية بزايد غدي نقص لانك تعجبني يكون عندي الروز عفوان كتكون الخضراء غالبة على الروز وهنا كندوز باش كنصيب السلطة اللي غدي نخلط بها هاد السلطة هادي هاد القريعة دائما كنت عجبني تكون عندي هاد القريعة يعني نخلط اه سلطة فقريعة كتجانس مزيان كندير شوية الملحة شوية غبزار الخل والزيت وكان جانس هم زيان مع بعضيات هم شوية ديال المتاخد بالنسبة لهاد القريعة يعني مني كنحركوها مزيان كتجانس حسن من زليفة هاد نقطع شوية ديال الاربع يعني المعدنوس وما الاحسن يكون طري الى عندنا المعدنوس كيكون طري كيكون احسن في السلطة كيف قلت مني كان جانسو هاديك القرعة عفوان لاصوس في القرعة كتجي حسن ودائما كتكون عندنا في الباب ديال كلاجة كيف كان قولوه مباشرة هاد ينضيف وحتجوج معلقات ديال المايونيز وبالنسبة للمايونيز لتلقوا الرابط دياله ان شاء الله في صندوق الوصف المايونيز منزلي فعلا كيستحق تجربة كيجلدين بشهادة الاخوات اللي جربوه المايونيز بالجوبن فعلا كيستحق تجربة وهنا كناخد البول او لا هذا القالب اللي غا ندير فيها السلطة او اللي غا نقدم فيه السلطة اي مبول توفر لكم او لا اي قالب توفر لكم كندهنو بشوية ديال الماء يعني كندي له واحد رشة خفيفة بالماء وكان حيي الدك المالي فيه الفائد وكندغط على الروز ديالي مع الخضر بالمدهر ديال المعلقة كيف كنقول كن حاولو نضغطو عليهم زيان بحال هكا كيف كنقول قلت بول يعني ممكن تكون غير شي سوبيرا ولا زلافا ولا ما عندكم مش قالب باش كتوضفو ولا كتديرو بحال هاد شكل هادا كنضغط عليهم زيان وغادي نغطيه بلاستيك غدائي وغادي نخليه على جنب نديرو فتلاجة منها انه كي جنس منها انه كي برد وكندوز باشعاد كنوجد الخضر ديالي اللي غادي نرافق بهم هادا الروز هادا بروكولي وكعجبني بزاف السلطات وان شاء الله تشوفوا معي الطريقة الصحيحة ديال طيب ديالو باش كي بقى لون ديالو خضر خديت واحد لقيت عحيت لها دوك الرويسات الزايدين وكن حاول نقطعهم هاكا شجيرات صغورين ولكن قابطين فريوسهم ومن الاحسن تاخدوها اصلا هي تكون جديدة يعني ما يكونش لون ديالها كيف كنقولو باهت كنسلقها في ماء مملح ونحاول انني ما نكترش لها الملح اولا كي بنفيها الملح ثانيا ما تسلقش بزاف تبقى قابل تفرسها ومباشرة من الماء المغلي يعني فاش كتسلق الماء بارد يكون بارد من المجميد كنجبدو يعني ندير واحد زلافة ديال الماء كبيرة في المجميد باش كتبرد مزيان ماشي متلجا وكنفرغها علي وهنا عندي البطاطا كتعجبني ان تكون بطاطا بقشورها يعني السلطة ديال البطاطا كتعجبني نسلقها بقشورها كنخليها حتى كتبرد وكنحيليها القشرة ديالها ونقطعها فرق كبير ما بين البطاطا يعني مسلقها بالقشور وبلاقشور اهنا شخصيا كعجبني تكون مسلقها بقشورها من بعد غدي نقشرها ونقطعها على الطريقة اللي بغيتوه مكعبات او كيف ما بغيتوها هنا غدي نجيب واحد البانيو كيف كنقولو فاش كنجمع فيها او لا واحد سوبيرا عندي هاد البوطة كنجمع فيها الخضر باش كدخل تلاجه هكا مع بعض ديتها وكتبرد يعني كنجمع هكا من لف هاد كيف كنقولو هاد سوبيرا هادي او لف هاد البوطة هادي كنجمع بروكولي غادي نحيدو علش لانه اه لاصوس دياله غادي تكون بوح ديتها وطبع الحال عندي حتى شوية ديال الباربرة نسلقتها على جمب بعد ابيض ما بردت لي هاد الخضر هادي كنضيف البصلة مقطع رقيق البطاطا كتوته بزاف معها البصيلة البيضة ولكانت الخضر يكون احسن فلوكتها ديالها غادي نضيف شوية ديال الاربع يعني المعدنوس كنضيفه مع البطاطا وغادي نضيف حتى شوية الجزر وشوية اللوبيا وكل ما كان عندنا اربع طريق يكون احسن لسلطات ما نديروش من المجمد وفي نفس القريعة اللي درنا فيها لصوس ديال الروز غادي نضيف نفس تقريبا المكونات الملحة البزار زيت زيتون وشوياء ديال الموتاقت وغادي نخلطهم زيان يعني بالطريقة اللي وضفنا كيف درنا في المرحلة اللولة مع الروز كنجنسهم مع بعضياتهم زيان وغادي ندير لهم هادي السوس هادي يعني البطاطا والجزر وحتى اللوبيا يعني نفس تتبيلة كتمشي معهم كاملين وغادي نخلطهم مع بعضياتهم هكا اولا عفو نخلط كل حاجة على حدة وكل وحدة بالمدق ديالها هادي نخليهم على جنب اولا غادي نديهم للتلاجة هاكا حتى الوقت اللي نبغي نقدمهم وهنا كنجيب البروكولي نفس القريعة الزيت الملحة شوية اللي بزار وهنا غادي نديروا شوية الموتاقت بزايد وشوفوا معي المدق ديال هاد البروكوليه لبنات كيفاش غدي يجي غزال غزال ان شاء الله غادي عجبكم كنخلط مزيان وكيف قلت بحل غدين طلعوا المايونيس غير هو في القريعة يعني هاد القرعة أنا كترافقني الصيف كامل كتكون في الباب ديالتلاجة دائما كنخلط في القرعة شوفوا معي كيف كيولي 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 تقريبا كله بحل الله هو موتاق ولكن واحد صوص اللي كنرافق بها هاد البروكولي يعني ما كنديرش له تتبيله ولا ما كنخلطوش اللي بغا عاد كيهز من هاد الصوص هادي وكيضي وكيحطها على البروكولي كيجيل ديد غير دول بالفطريقة ديال طياب دياله ان شاء الله ما طيبوش بزاف وفي نفس الوقت المباشرة ما اللي مغلي المبارد باش كيبقى اللون دياله هو هادك وكيبقى قبض فرسو كنجيل البربا تلقت البربا تهياء على جنب غادي نضيف لها ما تبقى ليما البصيلة اللي درت مع البطاطا لانني قطعت بصلاو حده النص درته البطاطا ونص خليته البربا وغادي نضيف عليها شوية الربيع وكيعجبني انضيف لها شوية الكامون نضيف لها شوية الكامون ومعاهم البربا شوية الخل زيت سيتون وما كنديرش الملحة لانه البربا كتعجبني انتبقى في المدقة ديال الحلوى ديالها بطبع الحالي كياخد الملح يزيد شوية الملح غير جربو تديرو لها الكامون والاخوات اللي ما كيديروش الكامون بالحق غير طريقة في البربا ماشي بالساف سافي غادي نحيدها ونخليها على جنب ونجيبو الطبق ديالنا او التبصيل ديالنا اللي غادي نوجدو في هاد السلطة هادية او نقدمو في هاد السلطة كنقلب القالب ديالي بكل سهولة كيتشكل كيف قلت اي حاجة عندكم توفرت توفرت ونحط اللوبيا نحاول اننا كيف كان يقولو نقادو في الالوان اللوبيا احدها الجزر احدها البطيطة وانا غادة البربا وانا غادة كنحط البربا احد البطاطا ونبقو غادين بحال هكا حتى كنسالي الدورة ديالي ديال هاد السلطة فعلا كاتجي ممتازة وكاتجي لديدة وكيف قلت تغنينا حتى على اللحوم تكون وجبة غدا او عشاء على شله والطيوف ديالنا الرافق بها يعني اي حاجة ديالنا سواء اتجاج او سمك وهنا كنجيبو البروكولي شوفوا معي اللون دياله كيفاش يبقى يعني لما طيبناش بطريقة صحيحة كيرجع اللون دياله ماشي زوين كيو اللي بحالي لقديم واللاصوس كنحتها مرافقة له اللي بغاها كيزا وشوية ديال طماتسوريز هكا باش كنخرجوا اللون وهي الصلاة ديالنا تبارك الله كام لمكمو لا كيف قلت كاتجي غزالة وكاتجي لديدة ان شاء الله غاد يتعجبكم اخواتي ما تنسونيش من شجاعات ديالكم والليكات ديالكم محفزة لاعطاء المزيد غاد ينقلها لكم قبل ما نسالي الفيديو لانها تفاعل مع القناة ومع الفيديو واللي يعجبها المحتوى ديال القناة ديالي وكانت اول مرة غاد يتشوف القناة معلها الا تفعل الجرس بالطريقة الصحيحة باش توصل بجديد الوصفات ديالي او الحلقات في عنا القناة ديالنا محتاجة تشجيع ومحتاجة تفاعل اكتر الوصفات ديالنا او الوجبة ديالنا كاملة مكملة بنسبة لي انا وجبة لانها منعشة وكيف قلت كاملة مكملة ممكن نزيد البيض مسلوق انا بغيت نخليها غيرها كاية يعني الالوان بينين في امان الله الى اقتراحين